السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى هذا الفيديو من ولاية السمارة دائرة الفرسية مع رئيسة بلدية الحي أربعة هنا سيدة السالكة إبراهيم التي هي واحدة من المناظرات الصحراويات اللواتي قدمنا الكثير للقضية الوطنية الصحراوية وكذلك من المتابعات لهذه السلسلة من لايفات باريس وكذلك كل ما ننشره بخصوص القضية الوطنية الصحراوية سالكة مرحبا بك وسهلا ومرحبا بنا عندك ونعرف من خلالك ذلك اليوم يعيش الشعب الصحراوي من معنويات عالية بعد عودة الكفاح المسلح وكذلك بعد هذه الانتصارات الدبلوماسية للقضية الوطنية وكذلك يعني اللي يعيشوا الشعب الصحراوي إن شاء الله من الإحساس بقرب النصر إن شاء الله والاستقلال أهلا وسهلا ومرحب بكم كاملين نرحب محمد الراضي من اللي ليلي مرحبا وسهلا ووهلا رقم المسافة اللي بيننا ورقم البعد اللي موجود هو فيه وحنا فيه غير ذا ما هو اللي قالوا عن النضال وله هو اللي من بعده من غضيتها للصحرا اللي كل مدة من الزمن والله كل نهار اللي بغير تقوله كل ليلة هو ينشر غضيتها ويوضح لمقاربة أعمالها وفعالها ونرحب مولي المجموعة اللي معاك والمعاية اللي معاك مرحبا وسهلا وظاهي حتى هم المناظلين اللي حتى هم مضحيين وماشيين فهمها الصحرا ومراقبة أعمالها كاملة أنا عندكم تسمحوا لي بن نيراني ياسر ميشي ماني عارشته عاقب من ذاك طوالت المدة وعادي ياسر ميش ينسى رغم عنه مالط حد ينساه لكن عيال اللي يخلق الأخطاب ذاك ذاك النسيان وذاك تباعد الأمور غضيتها للصحرا غضية بالغطاء عنها غضية كبيرة وحاسمة وزينة وذات لحد يقدي يقعد يقصر فيها ولا يقدي عنه قوله ما عارفهش واضحة لكل صحراوي كل صحراوي وعاشتها كل صحراوي كل صحراوي مأسيها وانتصاراتها وانجازاتها وكل شيء موجود فيها غضيتها للصحرا معاقب الحرب أهل الطاش وفنبار على إله الحمد لله انتصارات ماشي الجيش اللي هو لازم عنه يكلم عنه الأول عنه ما شاء الله ماشي فحربه وفاق صافه وفي ذاك اللي لازم عنه يعدل لعدو بالغطاء عنه هذا ماشي يوميا وليليا والعدو بالغطاء عنه الخالق اللي يقول عن ذا كذا والله كذا هذا الجابر لعدو إن شاء الله الله يغرضوا فيه من شيء بحالي معدلوا الرسو ومغاتلين بالغطاء لأنهم معدلين ذاك الواجب عليهم ذاك اللي واجب عليهم انتجاه العدو والغطاء عنه معدلينه بحسن صورة والشعب الصحراوي عموده الفقري وانجازاته وانتصاراته عند الجيش حقبع من ناحية جامل الدبلوماسي والغطاء عنها مولي فيها انجازات كبيرة وفيها انتصارات كبيرة وفيها اللي الرئيس كل مرة مع قتاله ودوله تستخدم استقبال الرئيس الرسمي استقبال استقبال الرئيساء اللي هما يستدعاوا بذلك الشروط وبذلك القانون اللي يعدلهم عند كل دولة استدعاتهم هو يتعدلوا عند كل دولة ولاننا خايفين من لهم ذاك الجانب أولادنا مولي اللي في الدبلوماسي ما هم باخلينش حتى هما ينشروا الغاضية وحتى هما يكافحوا منجلها وحتى هما القدو كامل يعدلوا في اتجاه ما هم باخلينش من ناحية ناحنا هون الجانب الداخلي غاعة جانب الداخلي مولي ما هو شي حنا عندنا زين عندنا زين عند المؤسسات وعندنا البرامج ماشية يوميا اللي ما فيها تقصير عندنا الانجازات قلت عنها وعندنا المؤسسات بتعليمها بصحتها بجانبها جانبها مولي الاقتصاد اللي ما تقولوا معناها عن انو ما عندنا حد جيعان ما عندنا حد عطشان ما عندنا حد لاحقوا بشين بليد ظارتوا والله ما سي منو الدولة ضمنة الهدى كامل الحمد لله من ناحية الاحالة الامنية مولي زينها عندنا ولا خالق حد يبات من خايف ولا خالق حد يبات خايف على الإمكانيات والله خايف من يلحقوا بليد هذا نظر لاش قوة دولتنا ومننا الحمد لله اللي لباس به والذين قاع والغطاء من زين زين ذاك اللي يأكل جانب والشعب في الأمن والشعب في الاستقرار وعندوا الحرية التامة ما هو حد ينقال له لا تقول له بغيت ما هو حد يقول كلمة باغي يقولها وارطد عنها يقولها عنده الحرية التامة والغطاء حق بعد وكل شيء عندنا المسايل كاملة كاملة زينة في الداخل وهذا من كرم مولانا وبرامجنا وقيادتنا وجيشنا إذن اليوم منين جاينا هون للمخيمات العزوة والكرامة جبرنا شعبنا حقيقة شعبنا مع نويات وعالية شعبنا متنظم شعبنا ما هم فرط في قضيته هذا فعلا يفرح نحن كاملين يفرح أي إنسان صحراوي مهما كان تواجده سواء في المناطق المحتلة والله في المهجر نبغي نعرف يعني درجة التأطير اليوم للمواطن السحراوي هون في مخيمات العزوة والكرام نحن عليك ما شاء الله ما عندنا مواطن مصرع ما خالق مواطن والله مواطن ما هو مؤطر في جهة معينة واللي في الحي مؤطر سياسي واللي في الولاية مؤطر سياسي نحن كاملين بالإطلاق في الخلايا السياسية عاقب ذلك نتفرغ لجامل إداري عندنا أحياة فيهم ناس مؤطرة إداريا للشغلة والإشراف وتركيز على الشغلة والعمل حقب وعندنا مؤسسات كيفتها ذاك في التعليم مؤطر في التعليم رأوا في الخلايا قلت عنه قبيل رأوا في الخلايا كامل سياسية واللي في التعليم مؤطر في التعليم واللي في الصحة مؤطر في الصحة إداريا إداريا وموالجميع كانوا مؤطرة سياسيا حقب عندنا الأحياء كاملين مؤطرة إداريا عندنا الناس في الولايات مؤطرة إداريا هذا منجل ومولي يأكل شغلة تنضمن ويأكل شغلة ينشرف عليها وتنجز ما تخلي مولي مهمولة والله ما تخلي عندها حد لاي ينجزها والله يعدلها وحنا كاملين مؤطرين وحنا كاملين وفطار هذا التسيير لداري والسياسي على الجانب الإعلامي حتى هو جانب السياسي وجانب مهم وجانب ماشر غضيتنا على كل الجهات سواء منها جهويا وسواء منها وطنيا وسواء منها الجامل الإعلامي يوقي به حتى هو لا هو بأخر شيء وينشر غضيتنا على نستوى كل الجهات وعلى كل البلدان وعلى نستوى نحن كداخل المناطلة السالك إبراهيم بغيناك في ختام هذا اللقاء توجه رسالة إلى أهلنا في المناطق المحتلة وكذلك يعني في جنوب وادنون هلنا في المناطق المحتلة نشكرهم ونسجعهم على ذلك العمل الغايمين به وذلك اللي غايمين به بغض عنه عنده تقدير كبير وعنده ثمين كبير رقم عنه تحت دين العدو ورغم عن العدو ما هو باخلهم شيء من شيء محالي كامل يواجههم به ومولي كذلك المعتقلين يا وني ذلك اللي قايمين به وذلك اللي صافرين وذلك الروا من التعذيب وروا من طول من طول الأحباس والتهميش وشي كان معدلهم العدو يا قير زين عندي هالمناطق المحتلة كاملة تقوم بقيمة واحدة ونهضة واحدة ولا تخلي العدو يحقرها ولا تخليه يتم كل مرة معدلها شيء ما هو القانون ولا هو الشرعي وراه يعدلكم شيء ما هو قانون ولا هو الشرعي ولا عنده الحق حق عندكم ثم فردكم ووطنكم وتكفاه عنه هذا هو الدفاع عن نفوسكم وراهنا نريد نشكر هاي الوفود الجينة وشاوض النارة المحدية واني هون أهل المناطق المحتلة ونشكرهم كاملين على ذاك اللي عملوا على ذاك اللي كامل غايمين به جنوب الدرعة حق بعد وادنهم ذلك وادنهم لكم حتى هما حتى هما يا ون الله حتى هما والله إلا إن شاء الله يعيننا وعينهم ذاك الغايمين به من كل مرة تجمعات وكل مرة استزاز قدام العدو وقلت الحقرة اللي مواجههم بها العدو واللي عادي يقلعونهم أراضيها ويبيعها ويتفاكنس فيها على إحسابهم هم ويبيعها للصهاين ويبيعها للدول الأفثانية اللي جايين بريدها ما جايبتهم هو الظلم والاعتداء واشتمروا مع روسكم ولا تقبلوا ذا النوع من الحقرة والطفقة اللي معدلكم هم غيغات رحم الله هم غيغات حتى باطن ما هي ناس قاع صالحة يعملها عاقب من ذاك أرضكم لا تقبلها توزعها لرسكم ولا يبني فيها ملعدو ولا يبني فيها دولة جايين بريدها حرقوها بطوها هاجموها ثم ليتوا أنتم مكون بركين إحنا هم رأنا غاية من ياسر ثاني وهو واجبنا يا قير نتعاونوا إحنا نعدلوا مجهودنا وأنتم ما عدلوا مجهودكم لا تتموا اللهم رقدين ومستسلمين قدام تسويت لا تعدلوها هون الكلام ياسر في زايا قير أنتما عندكم ملي ياسر المعلومات جزاك الله بخير من الله إذن نحيو المناطلة سالك أبراهيم على كلماتها وعلى خطابها الهادف اللي من خلاله تقدم صورة عن شعبنا الصحراوي هنا في مخيمات العزاء والكرامة ولكنها أيضا توجه خطابها أيضا لأهالينا في المناطق المحتلة اللي بدورهم عندهم جزء من المسؤولية في الدفاع عن وطنهم باش يتكاملوا كل الصحراويين في هدف واحد وهو الاستقلال ولا شيء غير الاستقلال نحيكم هنا من الحي الرابع بدائرة الفرسية وولاية السمارة وشكرا جزيلا لكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله رحمة الرحيم مع ضيف أو ضيفة أخرى تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته